لنا في الوحاة أب شرو السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نمى إلى علم برنامج الجدعان أو هي معلومات شبه مؤكدة وصلت إلى برنامج الجدعان أن هناك دراسات تجريها محافظة الجيزة لخفض مقدم سمن الأراضي إلى 15% وأيضاً مد فترة سداد الأقصاد الخاصة بأراضي الوحاة إلى 8 سنوات إذن محافظة الجيزة تستجيب لنداء برنامج الجدعان لإنقاذ أهالي الوحاة من تشدد إجراءات التقنين وخاصة بعد التعديلات التي أكرها الدكتور مسامة بولي رئيس مجلس الوزراء للقانون 144 سنة 2017 والتي أعطت جاءة الولاية والمحافظين السلطة المطلقة في تحديد قيمة مقدم السمن ومدة سداد الأقصاد كمان أكرت أن السمن المحدد لأراضي الوحاة هو 25 ألف جنيه هذا السمن يشتمل على مقابل انتفاع بهذه الأراضي هيا دي بشرة الخير لأنا حبيت أبشر بيها أهلنا من مزارع منطقة الوحاة التابعة لمحافظة الجيزة